اشتركوا في القناة موسيقى 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 وخلال جلسة العمل ألقى معالي وزير الداخلية كلمة مملكة البحرين يطيب لي بداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فقامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على تفضله بالرعاية الكريمة لإفتتاح أعمال هذه الدورة معبراً عن شكري لمعالي الأخ توفيق شرف الدين وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة على ما لمسناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما أتوجه بالشكر إلى معالي الأخ السيد حمود بن فيصل بوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة على ما قام به من جهود مشكورة خلال ترئيسه للدورة السابقة للمجلس معرباً عن شكري لمعالي الأخ الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس وكافة العاملين بالأمان العام على الجهود التنظيمية والتنسيقية الطيبة أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم أستهل كلمتي اليوم بالترحم على أرواح ضحايا الزلزال الذي ألم بالجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية داعياً الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وينعم على المصابين بالشفاء العاجل لقد شكلت هذه الكارثة موقفاً إنسانياً لتقديم العون من مختلف الدول في العالم وفي هذا الخصوص فقد بادرت مملكة البحرين بناء على التوجيهات الملكية السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالمساهمة في إقاثة المنكوبين من خلال إرسال فريق البحث والإنقاذ التابع لحرس الملكي بقوة دفاع البحرين وتشكيل لجنة وطنية لدعم الضحايا وتجهيز وإرسال شحنات المساعدات الإغاثية العاجلة إن الأمر يدعونا إلى تعزيز قدراتنا في مجال الحماية المدنية والتدريب عليها بشكل مشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التنسيق الميداني لمواجهة الأزمات والحد من آثارها وتداعياتها السلبية حتى نتمكن من مساعدة بعضنا البعض تحقيقاً للاستدامة المطلوبة في هذا الشأن أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم لقد شهد مسرح العمليات الأمنية في العقد الماضي واقعاً خطيراً تمثلاً في الجرائم المستحدثة التي انعكس تأثيرها على السلم والاستقرار الأهلي الأمر الذي أوجد مستوى جديد من التحدي والتهديد من خلال ظهور العديد من الجرائم في مقدمتها الجرائم الإلكترونية أو الرقمية وما تشكلها من تحدي في المجال الاقتصادي والهجمات السبرانية كمصدر تهديد الأمن القومي إضافة إلى المنصات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال والشباب أضف إلى ذلك استخدام الطائرات المسيرة باختلاف أنواعها في ضرب المصالح الحيوية ما أريد الإشارة إليه بهذا الصدد إن التعامل مع هذه التحديات الأمنية لا يتوقف عند إجراءات التصدي وردود الأفعال الأمنية وإنما يتطلب الأمر إجراءات استباقية وأكثر إيجابية وفعالية لمواجهة هذه المخاطر ومنع وقوعها أو الحد منها من خلال سن التشريعات التي تواكب هذه التحديات ووضع ضوابط تقنية صارمة لضبط استخدام الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى تعزيز التوافقات الدولية للمحافظة على أمن المجتمعات وفي هذا الإطار أنشأت وزارة الداخلية بمملكة البحرين وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني تنفيذاً لبنول الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتعلقة بحماية الطفل وتوعية من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم وإني أختم كلمتي بالإشارة إلى أن المحافظة على أمن وسلامة المجتمعات واجب أمني وإنساني وأخلاقي يتطلب منا التكاتف وتفعيل الجهود الأمنية بكل أدواتها وأكد هنا على أحد المحاولة الرئيسية التي تشكل أساساً أصيلاً في سعينا لحفظ الأمن والنظام العام في مجتمعاتنا العربية وهو المحافظة على القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة التي تجمعنا إذ أن قوة المجتمع من قوة الأسرة وعلى كل حال فإننا منفتحون على العالم الذي يحترم تمسكنا بهذه العادات الأصيلة أتمنى لاجتماعنا التوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا وأمن شعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا